وزيرة الرياضة الأسترالية قامت بزيارة في شهر مارس إلى لندن وذلك تلبية لدعوة قدمها نظيرها البريطاني وزير الرياضة البريطاني روبرتسون الدعوة كانت للترويج لأولمبياد لندن ولكن قاموا الوزيران الاثنان قاموا برهان الرهان ماذا؟ على حول من سيخرج بأكثر عدد من الميداليات بعد انتهاء أولمبياد لندن بريطانيا حصلت على خمس وستون ميدالية وأستراليا حصلت على خمس وثلاثون ميدالية بما يعني أنه الوزيرة الرياضة الأسترالية خسرت الرهان وكان عليها أن تقوم بالتجديف لمسافة ألف متر في بحيرة دورني هذه البحيرة التي قامت فيها الألعاب التجديد رهان رياضي بحت فقامت فعلا ومفيد للوزيرة بعد أن تحرك لراعيها إذن فعلا كما نشاهد في صور وزيرة الرياضة الأسترالية قامت بالتجديف لمسافة ألف متر وذلك وفاء برهانها الذي خسرته أمام نظيرها الأسترالي البريطاني وهو كان قد راهن إذا خسر الرهان سوف يقوم بلبس لبس ماذا؟ هذا موضوع مهم مهم جداً يا رميلا ماذا سيرتدي الوزير إذا خسر؟ قميس الفريق الأسترالي يرتدي قميس الفريق الأسترالي ويلعب الهوكي في القاعة التي تمت فيها المنافسات الهوكي في بريطانيا رميلا من ناحية جيدة أن الوزيرة لم تفرض عليه مثلاً بدل أن يلعب الهوكي أن يلعب ملاكمة مع الكنغرو والجميل في الأمر أن نشاهد الوزيرة الأسترالية ارتدت لباس الفريق البريطاني وقامت بالتجديد لمسافة كما ذكرنا ألف متر في بحيرة دورني أعتقد أن الوزيرة كانت تعلم أنها ستخسر وكانت ترتب لهذا الموضوع من أجل أن تأخذ هذه النزهة وأن تجدب في هذه البحيرة وتدربت الفعل من الرياضة قبل أن تباشر فعلاً وانتهت الأولمبياد في الصين تصدرت الميداليات وجاءت في المرتبة الثانية البلد المضيف وكان بريطانيا بـ 65 ميداليات هذا ما كنت أريد أن أقول بريطانيا حققت نتيجة جيدة في هذه الأولمبياد فعلاً ومن بين هذه الـ 65 ميداليات 29 ذهبية يعني بريطانيا ربما لأول مرة تحقق مكاسب مثل هذه في الأولمبياد ترجمة نانسي قنقر